مصر على فكرة بتصنع النهاردة الروبوت الصناعي وبنسبة مكون محلي 35% وده اللي اتأكدنا منه خلال حادثنا مع المهندس علاء سعد رئيس شركة أريا تكنولوجي وهي الشركة الوحيدة في مصر اللي بتشتغل على توطين تكنولوجيا الروبوت الصناعي وإدماجه في مختلف الصناعات محلياً احنا بنتكلم في روبوت وحاجات كده ما بنشفاش غير بره يعني طيب دلوقت احنا جايبين روبوت للصناعة ازاي ده ممكن يغير وجه الصناعة في مصر في البداية كان هدفنا في تطبيقات الروبوتكس الصناعية كان هدفنا ان احنا نعمل توطين للصناعة وبدأنا ندرس ايه انواع الروبوتات اللي نعمل لها او نعمل لها توطين في التصنيع لها دور كبير على منسمها احنا بيطلق عليه الفاكتوري فلور المصري لقينا اللينيا الروبوت واللينيا الروبوت ده له تطبيقات كتيرة جداً من ان هو بيقوم بأعمال الدهان بيقوم بأعمال الهندلينج بيقوم بأعمال البيكند بلايس بيبقى موجود في مراحل انتقال المنتج في مراحل التصنيع المختلفة في أحد المصانع الكبيرة في مصرف صناعة الترفيزيونات وهو تطبقات كبيرة جدا ولقينا أن أكتر من 80% من التطبيقات اللي في الفاكتري فلور ممكن تكون باللينيا الرجل حاجة بيسألني سؤال مهم جدا إيه تطوير الصناعة في الجزئية دي أول تطوير إحنا نبص على تطوير العمل البشري اللي هو بيقوم بأعمال ليست لها إضافة لعى العمل البشري نفسه وده اللي كان دورنا إن إحنا نشيل هذه الأعمال منه عشان يبدأ تطوير نفسه بإنه هو يعمل التشغيل لمثل هذه المعدات أو يعمل صيانة لها أو يعمل تصميم لها أو تطبيقات مختلفة في المستقبل ثانيا إن إحنا بندور على التطوير الصناعة بإن إحنا بنانتجريت هذه المعدات علشان دقة التنفيذ هي ما بيجلهاش أي نوع من الرتابة ولا نوع من الملل اللي بتحصل للعامل البشري لو بيعمل حاجة متكررة في إن هو بيشيل حاجة يحطها من مكان في مكان دخول مثل هذه المعدات بتحافظ على الجودة بعض المصانع عملنا عندهم أول تطبيق للروبوت في إن هو بيشيل المنتج من جوة المعدة من جوة مكان حقن البلاستيك خارج المعدة قالوا لنا بعد ما يشتغل عندهم مثل هذه المعدات قالوا إن الزيادة الانتجاوزت لعشرة في المية وإحنا بنجمعه ومش كده؟ إحنا التصميم كله مصري التصنيع كله مصري التجميع كله عندنا مصري أنا عندي مصنع ومحتاج استخدام اللينيار ده بالضبط بتصمم لي شكله وبتقول لي حركته إزاي تبا موجودة جوة المصنع؟ إحنا عندنا ثلاث منتجات أساسية التلاتة دول بيغطوا أكتر من ثمانين في المية تسعين في المية من الابليكيشن اللي إحنا بنقابلهم أو تطبيقات اللي إحنا بنقابلها ومع ذلك لو حد عنده معطيات خاصة مطلوبة يتعدل التصميم بشكل يناسب تطبيقه بنعمله طبعا لأن إحنا صحاب الدزاين إحنا مش جايبين حاجة من تصميم حد تاني إحنا صحاب الطبخة زي ما بيقولوا وإحنا اللي بنعدل فيها تبقى لاحتاجات العميل